برضه في سؤال تاني لازم اطرحه بصراحة حسام حسن واضح جدا ان المسيماني مش مقتنع بيه واضح جدا هتقولي يعني بتجيب الكلام ده منين يعني مين قالك لو مش مقتنع بيه هديك الدلائل اول الدلائل دي انه حسام حسن ما بياخدش تقريبا فرص لا في الدوري ولا في البطوعة الافريقية خالص نادرا حتى النهاردة بينزب ديئة 88 و ديئة 89 مباراة خلصت ده حسام حسن لما تبص على مين المهاجم بتاع النادي الاهلي هتلاقي اول خيار عند موسيماني ممكن محمد شريف ممكن بعدي بيرستاو او بيرستاو الاول بعد كده محمد شريف ويجي التالت طهر محمد طهر في مركز المهاجم وبعد كده يجي حسام حسن فبعيد اوش يعني هو مش بديل تاني ولا حتى بديل تالت في تفكير موسيماني بصراحة ما اعرفش ليه حسام كان واحد من الهدفين الدوري وواحد من اللاعبين الكبار واحد من المهاجمين المميزين انا دايما بميل لوجهة نظر المدير الفني مهما كانت انا بس بقول دي وجهة نظر انا بس المدير الفني بيبقى قدرة واعلم بكل شيء بفرقته بلعبته هو اللي بيبقى عارف هل اللاعب ده جاهز ولا مش جاهز بس اللازم نحط علامات الاستفام ليه حسام حسن ما بياخدش المساح ما بياخدش الفرص حتى لما خرج محمد شريف دخل بيرستاو مهاجم ولعب بالجناحات بتوعهم ما فكرش يطلع محمد شريف ويدخل حسام حسن في المباراة النهاردة اللي كان تقريبا ضمنها من بدري فمش هو مش شايف حسام حسن خلينا واضحين وخلينا منطقيين الحاجة التانية المهمة انه علي معلول محتاج يريح ممكن يدخل محمود وحيد في مباراة زيادة عشان انت الاهلي عنده ضغط مباراة الفترة اللي جاية كتير جدا ففي بعض اللاعبين الاسيين محتاجين ياخده كريم فؤاد محتاج ياخد طاهر محمد طاهر لو انت هتلعب بطريقة تلاتة ماينفعش هو رايت باكوينج اللي هو بيشتغل ناحية اليمين ماينفعش يعمل الكلام ده يعني مش طاهر محمد طار كان ممكن يبقى حسين الشحاد عشان حسين الشحاد بيعرف يعمل عشان هو حسين الشحاد اصلا كان مركزه باكوينج دي ملحوزات ملحوزات ما لهاش علاقة ان الاهلي النهاردة عمل مباراة كبيرة يعني الاهلي فعلا عمل مباراة كبيرة ومسيماني عمل مباراة كبيرة واللعبين عملوا مباراة كبيرة بس تبقى ملحوزات اللي هي ايه بتقولها عشان اللي تشوفه قدامك يقترب من الكمال وبسوات الشديد